السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية بالتعامل الكلام في عندنا الصبلاي هي الوحدة الداخلية يأتي من الوحدة الخارجية وفي عندنا توصيل بوايبات الغاز تم توصيلها في عندنا مصرف الماء اللي هو اليوتراب يكون هنا عندي نازل من الوحدة الخارجية وينزل تقريبا 10 سنطي ما بين 2 قلبة ومن بعدها يمشي من ركب تي هون وسدة معدنية على أساس الذحاب لانت في أي وقت تفتح وتنظف هذه الوصلة لانه رح تكون بشكل دائم مليئ بالماء من بعدها رح نطلع بارتفاع تقريبا 5 سنطي ونروح مباشرة باتجاه مصرف الماء طبعا كامل هذا البيب ما شايفين هون بدأوا بعملية العازل كامل هذا البيب رح تتم لفه بالعازل حتى ما يصير عندي تكثف لذرات الماء اللي رح تكون طبعا بسبب بوجود الماء البارد داخل هذا المصرف احنا منزل تقريبا 10 سنطي 10 سنطي ثاني تي الهسدة نمشي تقريبا 5 سنطي نطلع لاتجاه الأعلى 5 سنطي بحيث يكون في عندي هذا البلانس كاملا مليئ بالماء ومن بعدها تكون مصرف الماء طبعا لازم تحتوي بحساب انه الارتفاع او الصفوف الأعلى باتجاه مصرف الماء ما يكون طبعا أعلى من هذا البلانس الموجود اللي طالع عندي هون وماشي باتجاه طبعا هذا المصرف لازم يكون على أقل تقدير نفس المنسوب وغلقون فيه سلوك بسيط بسجاه الأسفل هاي اليو ترا بالنسبة لوحدات الكونسيب يعطيكم العالم